برامدز من الأندية اللي معودانا زيها زي الأهلي وزي مالك بيت كل موسم عندها صفقات تييلة أوي طبعا برامد الصفقات والتييلة اللي جاية مين وكلمة حق برضو في حق برامدز الفترة الأخيرة ابتدى يرشد شوية من الإنفاق وبيجيب لأي بحق كويس ابتدى يقلل من عدد الصفقات مثلا اللي فاتت عدد صفقات وبنتكلم على خمس لعبين السنة دي هم استهدف ثلاث أربع لعبين مين بقى اللعيبة اللي مركز معها برامدز قوي وعايز يخلصهم بأي شكل رقم واحد فستون كالالا فستون كالالا اللعيب كونغولي 29 سنة هدى في الكونفدراليه وهدى في دوري أبطال بس هدفه من الأدوار الأولى يعني لعيب بلعب في يانج أفريكنز وصل فينال الكونفدراليه السنة دي في تواصل من أيام ما بين إدارة نادي برامدز وعمري بسيوني مع المديرة التنفيذية مدير الرياضي وهي سيدة يعني لنادي يانج أفريكنز والأمور قريبة لسه مختلفين شوية ملايا لكن الأمور قريبة لحسن أن يكونوا مهاجم برامدز السنة الجاية هو فيستون كالالا لو تمت المفاوضات اتنين هو مهند لشين اللي دخل حسابات برامدز بقوة فيه خلال التلات يام أو أربعة يام اللي فاتوا بعد قصة بتاعت إمام عشور بعد إبلاغ إمام عشور لإدارة برامدز خلاص هم قال لك هم مش هندخل في المزايدة طالما رغبة اللعيب كده مش هندخل في المزايدة على النادي الأهل في قصة ميتلند وهم مركزين جدا 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 إن مهم بالنسبة لهم إن هم يتعاقدوا مع مهندة لشين دول أهم صفقتين لعيب التالث اللي هم مركزين عليه لكن الأمور لسه بعيدة لأن نادي الجيش الملكي بيغالي في طلباته فيما يخص ده وهم بالمناسبة أول فريق فوضو من الشتاء ريدا سليم الجناح الأيمن وواحد من أفضل اللاعبين في الدور المغربي الموسم الحالي اللي توج مع الجيش الملكي بالدور المغربي بعد غياب سنين كتير جدا ريدا سليم هو الصفقة الثالثة اللي مستدفع بنتكلم على ثلاث لاعبين منهم اثنين لعيبة أجانب بفكر فيهم بعد رحيل فخر الدين بن يوسف وارد يبقى فيها جنابي كمان هيرحل خلال الأيام القادمة دول الثلاث صفقات اللي مركز عليهم برامدز جدا فيه لإنتقالات الحالية عايزه لك على حاجة في برامدز براهيم عادل موقفه براهيم عادل إضارة برامدز واخدها قرار حتى لما فوضوا النادي الأهلي فوضوا فوضوا مراسميا بالمناسبة للإنتقالات اللي فاتت هو واخدين قرار براهيم عادل مش هنبيع براهيم عادل فحطوا رقم كبير جدا للنادي الأهلي ساعتها من الآخر حطوا رقم تعجيزي الأقل مش يقدر يدفعوه إبراهيم هم حطين تاريجة حطين رقم حطين رقم خمسة مليون يورو جاب لهم خمسة مليون يورو ويطلع في الانتقالات الحالية في الحالية انتقالات اللي حمد تكلم في هذه الوقت حالة خمسة مليون يورو لأنه هيبقى أول لعيب يطلع من پيراميز برقم هو نادي استثماري في المقام الأول مش نادي جماهيري فانع ما البدفع بدفع 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 إبراهيم عادل خليل الفترة اللي جاية فهم حطيني خمسة مليون يورو الفرقة اللي هتيجي تحط خمسة مليون يورو في إبراهيم عادل هيتلع ينفع دولار ينفع دولار ينفع دولار يباش دفع كتير أنا عارف لنت بتكلم على رقم كبير رقم كبير أنا سألها جيمي كنت لسي بتكلم النهاردة ما برضو اللعيبة أو الناس لما تيجي تبص على الدول المصري هو دولي مصري مش دولي بيع لعبين في أوروبا الناس في أوروبا لما بيروحوا يروحوا على دوريات مثلا إيه الهولندي النيمساوي الدنماركي التركي البولندي يعني النرويجي مش هيجي على الدول المصري فلما هيجي على الدول المصري يقولك ماشي ده شكله واعد العيب واعد فأخده من مليون ونص مثلا اثنين مليون بس أنا أقول لك عمال كريم أنا بص أنا بتفهم معك جدا في الفكرة وطول ما احنا بدي نعمل كده هيفضل عندنا سبعة وثمان لعيبة في أوروبا بس تماما لأنهم بيطلعوا اللعيبة لما حتى بتطلع من الدوري برقام قليلة جدا صح بس هو رمضان صبحي رمضان صبحي لعيب بوتينشيال جدا 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 لعيب قوي جدا لما طلع من العديد طلبة كان بنفس الرقم لا منسرين كتير هنا نختلف قول لي إنه رمضان لما طلع من الناديل آله برقم ده كان لعب له تأثير كبير مع منتخب مصر مش مجرد مشاركات إبراهيم له مشاركات قليلة جدا مع منتخب مصر لسه ما عندهش تأثير فانت بايع لعب دولي مع منتخب مصر ورمضان كان واضح من الأول إنه هو التسلسل الطبيعي بتاعه ممكن يجيب الرقم ده وبعدين كان معه وكيل عارف يجيب له عرض من الدولة الإنجليزة مباشرة فكسة مختلفة صح ودي مش دي القاعدة يعني مش القاعدة إن البريمير اللي جاهدون لقصد هم حطين قدامهم كده هم حطين قدامهم فيه لعبة طلعت من هنا بالرقم ده فإحنا عايزين وعندين الخمسة لو بأربعة هنقضوا نتكلم ده في الكواليس في دماغهم من جوه لكن في النهاية هم عايزين يبقوا إبراهيم عادل برقم كبير لإن إبراهيم طالب إنه يمشي إبراهيم طلب في أكتر مرة وكما ده كان عمل له أزمة جوه بيراميدز الموسم الحالي في بعض الفترات إنه عايز يمشي عايز يطلع